زيزو برضو حكاية في نادي الزمالك وفي كزا رأي برضو في القصة دي انه زيزو المعروض ارقام كبيرة جدا وضخمة جدا ويتقال انه الزمالك هيحاول يتفاوض على 10 و 12 مليون دولار جوه نادي الزمالك اصلا في رأي حتى لو 10 و 12 مليون دولار لأ ما تبعش زيزو عبدا وفي رأي تاني يقولك لأ تم ورقم برضو ده يبقى اكبر رقم يتبع بيلعب في تاريخ الكرة المصرية انت مع اين رأي خالتكلم مع الواقع يتبع طبعا يتبع طبعا اه ده مش عايزة كلام انت عندك انت لو انت يعني مش مراك ماديا لو انت مستقر ماديا لو انت مستقر في قولة اللعبة ما عندكش قزمة خالص لا يستمر ولكن انت اعتقد القيد محتاج فلوس كتير جدا في الرقم ده يعني موجة ناظر هيعمل استقرار مادي لنادي الزمالك سنوات وسنوات انا لما ساعلت جوا نادي الزمالك قالوا لي انه كده كده هنرفع كفو القيد وكده كده هنجيبي الفلوس اللي هترفع يقفو القيد ولو هنبيه حتى زيزو مش هنكون بنبيه عشان خاطر يقفو القيد ده جزء وانت قلتلي نقطة مهمة جدا قلتلي لو انت مستقر ماليا وماديا لا ما بيعوش بس حتى الاندية المستقرة ماليا وماديا لو جالها رقم زي ده هتبيع انا وجد نظرة بيع وانا طبعا وما افشد ضد مصلحة الراجل مش بس مصلحة الراجل مصلحة كمان طبعا لسه اتكلم انا اقدر اجيب فرقة كاملة بالرقم ده اه لو انا حتى حضرك بتقول هيحلوا موضوع القيد الرقم ده قوي جدا يعني اقدر ان انا اجيب احل مشاكل كتير جدا 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 وعمل حالة من الاستقرار لمدة مواسم مش معنى ان ازيزو له شعبية كبيرة تحقهم ومن افضل اواجة مصر افضل لعب في مصر صحيح لكن خلينا نتكلم ان اللعب ده مش معنى ان هو خلاص افضل لعب في مصر الجمهور الواعي الجمهور المثقف بوجة النظر هيقول احنا منكم هنتكلم في 400 مليون ارقام ارقام قوية جدا جدا يعني استحقه طبعا واستحقه كتر من ذلك ولكن الصناعة كورة القدم بقت صناعة دلوقتي وانا شايف بقت استثمار طبعا انا اللعب ده ممكن اجيب زيزو تاني واجيب زيزو تالت بالرقم ده وقدر ان انا اخد راحتي وبقى على مهلي خالص في حاجات كتير جدا ومنها اللعب استفاد نادي الزمالك بقى عنده مخزون حتى في الماديات وجهة نظر الفلوس هتجيب لعبة كتير هتيبقى عندها الفلوس بتجيب بطولة برطة طبعا طيب الزمالك السنة دي الموسم ده قادر انه يكسب بطولة؟ بالعناصر الموجودة صعب صعب خلنا نتكلم صعب جدا خاصة النادي الاهل المنافس افضل حالاته وافضل حالاته الفنية وافضل حالاته كعناصر بشرية كعناصر حاجات مادية خطوط كلها متكاملة بديل على افضل وجه نازملك حتى يعني بدور على المهاجم كمان يعني بعد كل اللي وصل له ده وعنده بدور كمان فانا وجد واجد واجد ماظر ان في التأقيد ده فيه فروق كبيرة جدا من نادي الاهل ونادي الزمالك لكنه القد طبعا مشكلة الملف القد تفتح اعتقد هتجيبين النواقص اللي عندك فبالتالبة فيه نديها الفترات الجيلة ماهو سيهم جد